اتكلمت كمان عن السوري الايوبي طبعا ايه حكايته السوري الايوبي يعني السور شاور اولا كان له ثمن ابوابه هو دخل بعض الابواب القديمة فيه وكان من اهم ابوابه باب القنطرة في الجنوب السور الايوبي طبعا ليه قصة يمكن هو الاهم في تاريخ القاهرة عموما لان هو انشاء صلاح الدين لما حب يعمل تحصين للقاهرة والفستات والالعب مع بعض انشاء الالعب بين الفستات والقاهرة وحب يعمل سور يدور على الثلاث منشآت مع بعض على الثلاث مدن مع بعض فالصور الأيوبي هو بيدور معانا كان جاي من الشمال من عند الفجالة مرورا بشمال القاهرة التاريخية المنطقة اللي فيها باب الفتوح وباب الناصر دلوقتي وماشي في الشرق لحد ما يوصل للقلعة وجنوب القلعة المنطقة بتاعة ميدان السيدة عيشة لحد ما يوصل للفستات أهمية الصور انه كان أول صور حجري يحصم الفستات والقاهرة من أهم الأبواب الأيوبية اللي بيقيت بعد كده عندنا عندنا باب القرافة اللي هو موجود في ميدان السيدة عيشة لحد دلوقتي وعندنا باب إلى الجنوب منه كمان على طريق صلاح سالم اسمه باب الزغلة أو باب المجدم في جنوب الفستات أو في المنطقة المحيطة بالفستات نفسها كان فيه باب مهم اسم باب القنطرة في الجنوب عند ميدان أثر النبي دلوقتي وكان فيه باب في شمال الفستات عند بداية صور مجرى العيون من ناحية فم الخليج وكان عند المترو تحديدا كان اسم باب مصر إن ده بقى الباب الأهم للمتجه من القاهرة جاء على الفستات فحمل اسم مصر لأن الفستات كانت مدينة مصر في هذا الوقت أكيد بما إن حضرتك باحث تاريخي وكتاباتك كمعظمها في التاريخ إيه اللي تحب تبحث فيه في الفترة اللي جاية وتحب تكتب عن إيه في مصر في الفترة اللي جاية تمام بشكل عام الفستات مازالت هي مجال خصب وبكر للبحث ومازالت حتى في خطة بحثي إن أنا أقدم عدد من المنشآت والمعالم والأحياء في الفستات بشكل تفصيلي زي ما عملت في الأبواب لكن من الأشياء الثانية اللي عندي طموح فيها وربما أنا بقوله مثلا كطموح وكفكرة برضو للبحثين الآخرين لأن أنا مش هقدر أستوعبها وأستغرقها بشكل كامل إن معظم المدن المصرية التاريخية ممكن الكتابة عن تفاصيلها الجغرافية بالشكل اللي كتب بي عن الفستات وعن القاهرة بس يتوفر لها عدد من البحثين اللي يشتغلوا على جمع معالمها من المصادر القديمة يعني ممكن نتكلم مدن زي الفيوم بني سويف إسكندرية طبعا طبعا المحلة الكبرى المنصورة طبعا مدن الصعيد قصة طبعا أسنا وقوص وإخميم والبهنسة وقصيوت مؤظم المدن دي عندنا يعني رصيد كبير جدا من المعالم التراثية المذكورة في المصادر القديمة كتب العصور الإسلامية المختلفة بس هي بحاجة أن حد يشتغل عليها يطلعها وينبحث فيها وينزلها على مواقعها المعاصرة كبا جميل أنا بشكرك أستاذ الرحمن على وجودك معنا النهار مرسي جدا